هفكركم بحاجة كده عدت بقالها تقريباً كم شهر أقل من سنة في ديسمبر 2017 وكان أمام اجتماع حزب العدالة والتنمية وقف أردوغان وإحنا قلناها في حين بس أذكركم عشان أربطها بما يجري إيه اللي حصل؟ الرئيس التركي راجل طيب أردوغان قال إن الإرهابيين الذين غادروا مدينة الرقة السورية أرسلوا إلى مصر لاستخدامهم هناك تاني العبارة تاني أرسلوا يبقى في حد أرسلهم إلى مصر لاستخدامهم ميناك يبقى في حد بيستخدمهم لما إحنا نجي نتكلم ونقول إنه ما يجري في سيناء وما يجري من عمليات إرهابية هي عمليات أجهزة دول أجهزة استخبارات مش حاجات فرضية يبقى الناس لازم تنتبه إنه الموضوع مش موضوع أفراد ولا ذئاب منفردة الموضوع موضوع دول أردوغان اللي تجرع واعترف وقال إنه الإرهابيين المتواجدين في الرقة السورية سيتم نقلهم وإرسلهم إلى سيناء لإقامة أو لاستخدامهم هناك تعالي اسمع أردوغان الأول ونشوف أليه نقلهم وإرسلهم إلى سيناء لكننا نتاكي بتجيز ارهابي كبير اسمه رجب طيب اردغان اللي قال واعترف بلسانه انه الارهابيين اللي في الرقة سيتم نقلهم وارسالهم الى سيناء الى صحراء سيناء لاستخدامهم هناك هو احنا بنفهم ولا ما بنفهمش هو احنا بنراجع ولا بننسى الكلام ده واحد ده رئيس دولة بيدعي انه هذا الرئيس الدولة بيدعي انه رئيس دولة ديمقراطية ومحترب انا بقول لا لا رئيس دولة ولا محترم ولا فقط هو يمثل رأس الارهاب ده ارهابي بيجلس على مقعد رئيس الدولة لما يقول انه عارف معلومات عارف المعلومات منين والمعلومات دي قالها في هذا التوقيت ودلالة هذا التوقيت لمصلحة مين لما احنا نقول انه في ارهاب دولة بيمارس في تركيا لنبالغ لما نقول انه اردغان ارهابي الارهابي الاول في تركيا محدش يقول انتم بتقولوا كلام غلط انا بقول انه ما جرى ما جرى في تركيا خلال السنوات الماضية العشر الماضية بيعكس انه الارهابي المتجزر التفكير الاخواني التفكير القطبي اللي بينتشر من تونس لتركيا لقطر لايران واحد